في كنيسة المهد الجزء الكاتوليكي كما شايفين فيه تمثال للقديس هيرونوموس الاسم اللاتيني القديس جيروم جاء في القرن الرابع ميلادي وكان ساكن تحت الكنيسة وكان أيضا في القديسة باولا وبنتها كانوا بيهتموا في احتياجاته وبعلوه لكن الشيء المهم في الموضوع هو اللي ترجم أول نسخة طبعا كانت اللغة اليونانية واللغة العبرية المنتشرة والناس كانت تتكلم اللغة الأرمية فترجم الكتاب المقدس كل الكتاب المقدس من العبري واليوناني إلى اللغة اللاتينية وطبعا حتى أخذت بالانتشار أكثر في أيام العصر البيزنطيين